مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي اين بتبعي عقبال من الابداية وما تنسوا اشتركوا بالقناة ومشيكم اخبار تونس لحظة بلحظة اظهرت حركة النهضة منذ قليل بلاغ اعلامي تندد فيه بظروف التحقيق مع رئيس الحركة راجل الغنوشي والقيادي علي العريض واجاء في نصر بلاغ انه احتراما للقضاء وثيقة في قارنة البراءة موثول اليوم رئيس حركة النهضة راجل الغنوشي وعلي العريض الاستماع لدى فرقة الابحاث ببوشوشة ولكن ما حصل من ممارسات مشينة تؤكد نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة حيث لم يتم سمع الاستاذ راجل الغنوشي بعد اكثر من 12 ساعة كما رفضت النياب العمومية طلب الدفاع ان يعود الاستاذ راجل الغنوشي الى منزله الى حين الانطلاق في استجواب مراعاة لسنه ولحالتها الصحية واعتبرت الحركة ظروف التحقيق شكلا من اشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة والتهم كايدية وانتهاك سارخ لحقوق الانسان والنيال من الكرامة وتحمل السلطة القائمة المسئولية كاملة في تدعيات ما يحصل وفق البلاغ اشتركوا في القناة